النهاردة بالمناسبة كانت أولى مباراة كعس الأمم الأفريكية كوديفور عامت مباراة محترمة جدا جدا أمام منتخب غينية منتخب غينية بيساو مباراة كان كوديفور مسيطر فيها طولا وعرضا سيكوفوا فانا لعب النصر السعودي سجل الهدف الأول في الدهية الرابعة من تصويب رأى جدا وكان ليه تصويبها تانية ارتطمت في العرضة الهدف التاني بقى لكوديفور كان هدف حلو قوي 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 مين اللي جابوا؟ جابوا مهاجم اسمه جان فليب كراصو جان فليب كراصو ده مهاجم كان بيلعب في سان تتيان الفرنسي هؤلاء الوقت بيلعب في النجم الأحمر السربي كان بيلعب فين؟ في سان تتيان الفرنسي كراصو ده كان ليه حكاية حكاية إيه؟ أنه كان من المرشحين للانضمام للنادي الأهلي في الصيف الماضي صيف 23 كان الفترة الانتقرات الماضية يعني كان مرشح أنه ينضم للنادي الأهل اهو الخبر من موقع فرنسي كان مرشح للانضمام للنادي الأهل وبالمناسبة كان عقده بيخلص وقتها أو خلص مع سنتيان الفرنسي كان هيجي النادي الأهل ببلاش ده ترجمته بالمصر كان هيجي النادي الأهل ببلاش مش ببلاش إنه مش ياخد فلوس الأهل مش حيدفع للندي اللي هو سنتيان إيه اللي حصل بقى ساعتها معرفش يعني معرفش ليه الصفقة بازت بصراحة يعني بس المعاجم جامد جدا وجاب جوا الحلو قوي النهاردة قوي فأمين طبعا ما قدرش أنقلكوا الهدف بس يخش شوفوه على اليوتيوب مثلا الجول كان حلو قوي لمفارجش على المباراة يعني جان فليب كراسو كان بيلعب في سنة تيان الفرنسي كان مرشح للنضمم الأهلي وبعد كده انضم ليه النجم الأحمر الفريق النجم الأحمر الصربي